سعب بريستيج بالغاناش شكولات حلوة التي تجرائع جدا من ناحية المضاق و القرمشة بالنسبة لهذا الفيديو سوف نقول لكم في جميع التفاصيل بالنسبة لكيلوش حركة يخرج لكم ما نحبها طريقة كيف تحتفظوا هذه الحلوة تبقى لكم في نفس الطعم و في نفس القرمشة حتى اللي ستبغيوها و مع ذكر الثمن في آخر الفيديو سوف نخليكم مع المقادر و طريقة التحضير و فرجوهم و نبدأ على بركة الله في تحضير العجيل سوف نحتاج فيها 300 جرام الزبدة سوف نستعمل الزبدة الحيوانية أو الزبدة سبيسيال أو الزبدة العبار كما نقول لها عندنا ضروري أن الزبدة تكون هكا بالحارة المطبخ تكون ارتباء باش تغييت نسجم لكم مع المكونات سوف نأخذ كاس و نصف عنبه سكر غلاسي 150 جرام رشاة الملحة بالنسبة للفانيلا ممكن استعملوا أي نوع الفانيلا متوفر عندكم ممكن تدير الفانيلا سائلة ممكن تدير الفانيلا ممكن تدير الفانيلا التي يتباع في المحلات و يبيع لوازم الحلويات ممكن تخدموا هذه المكونات كما ممكن تخدموا مكافل ممكن تخدموا هذه المكونات يكون خاص بصابلي و تبدأوا تخدموا المكونات كنخدمون الزبدة والسكار ضروري أن نخدموهم جيدا حتى يكون خالط على شكل بومات بعد ذلك نزيدوا باقي المكونات بالنسبة للمكونات بالقرام كذلك بكأس العنب سوف نكتبون في أسفل الفيديو أو في صندوق الوصف ثم نضيف زبدة والسكار ثم نضيف 4 كاس زيت المائدة ثم نضيف بيضة كاملة ثم نضيف بيض 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 ثم نضيف 4 كبار لنضيفه لنضيفه كل هذا الوصف لنضيفه لنضيفه نضيف الدقيق بالتدريج نضيف الدقيق بالتدريج لا نضيف الدقيق بالتدريج لا نضيف الدقيق بالمجهد نقص لي في السرعة سأقوم بسرعة الفيديو كمية الدقيق التي جمعتها العجينة هي 670 جرام تقريبا 6 كؤوس نبا وكاس مع مرش كمية دخلتها في هذه المكونات تختلف كمية الدقيق على حسب الحجم البيض وعلى حسب الدقيق التي استعملتها حتى تزيدوا الدقيق نضيف الدقيق لكم العجينة لا تبقى تسقلكم مع الإناء أو مع سطح العمل سوف تحبسوا من كمية الدقيق من بعد أن نضيف الدقيق نضيف الدلاجة أقل مدة ساعة المقنة لأن العجينة لدينا قليلا إذا كانت قليلا سوف تقليها 20 أو 30 دقيقة وإذا كانت كثيرة من الأفضل أن تقليها ساعة من بعد أن تبرد العجينة جيدة سوف نخرجها من الدلاجة كمية الدقيق يقسمتها على جوج لكي تجيني سهل إذا كنت نبسطها لا نضيف الكيمية كلها ونبسطها نضيف الدقيق العجينة بين جوج البلاستيكات أو بين جوج الورق الطعي ونبدأ تسرحها بكل سهولة كما يقوم بخصص النجرة نتبسط لكم العجينة سوف نتحرك الآن يمكننا سعيدها لأن هذا الصباق سيعيدون من قطعها واحدة ومن بعد سيعيدون من قطارها فوق من الدلاجة إذا كنتم ستفعل الدلاجة سيعيدون من قطع هذه الصباق سوف نتحرك لتوaktر العجينة ومن بعد الضبط سوف نستخدمها في الضجنة سوف نستخدمها في الضجنة و تسسوها جيدا بعد ذلك نضغط و نهز بسرعة لا نهز بسرعة لأنه سوف تنزل و يبقى لكم النص يسقط على البلاستيك سوف نهز بسرعة نضغط و نهز سوف نهز بسرعة سوف نهز بسرعة لكم لهذا الكثير من الجنب لأنها سوف تنزل لأنه القطاع سوما سوف تنزل بسرعة الأغلبية سوف نهز بسرعة بسرعة أن Millennium سوف تنزل بسرعة و سوف تنزل في لhotra في لتصفف كمية العجينة تجمعها بطريقة التي تجمعها ثم نعود نسرحها سوف نريكم طريقة كميليشن ثم نضع فوق العجينة ثم نضع فوق العجينة ثم نضع فوق ورق الطائر نضع فوق الصينية بعد ذلك نضع فران الثاني إلى تقرير الإنسان نضع فوق الصينية سوف نضع فوق الصينية ونضع فوق صينية يجب أن نضع الفران لذلك هل الأن يعود نقصه هناك لأن الصينية ونضع فوق ونضع فوق يجب أن أقرأ فوق الصينية سوف اخطي النار من فوق ومن تحت 160 درجة سوف اضعوا صابلي لكم حتى يتحمر جيدا بها اللي كنت ترون معي في الفيديو دخل معها جيدا ونقوم بمقرمش هذا الصابلي يأتي لديد بشكل مقرمش وفي نفس الوقت يأتي الشيش ويدوب في الفم هنا سنجمع طيب صابلي سوف نصنع برد ونقوم بروطة محكمة الغلق سوف نقوم بروطة سوف نستعمل 300 غ كرامل ممكن ان اضعوا الكرامل مهمة كمية سوف تكون 300 غ كرامل سوف نضعها على النار ونحرقها سوف نستعمل 300 غ شوكولات من الأفضل ان تستعملوا شوكولاتة التي تكون نوعية جيدة سوف نستعملوا نوع الشوكولات سوف نقطع شوكولاتة بهذه الطريقة سوف نضع كرامل ونضع كرامل سوف نضع كرامل كما قلت لكم اما تستعملوا كجاهز أو تحضروا في البيت نوعية شوكولاتة استعملت هذه النوع في نسبة كاكاو ونضع كبيرة ونضع كبيرة لكي لا يجب أن يكون قهر بالحلابة يعني من الأفضل ان تستعملوا شوكولاتة لكي يكون حر مع نسلي لكي يأتي المضاق من بعد نضع كبيرة ونضع كبيرة ونضع كبيرة ونضع كبيرة hay dos 50 GM غ sinn من النوع يعني البذلك خلطوا المكوانات الثلاثwei من الأخيرة من أمور من أمور سوف ندفع القرناش ومن بعد فوق بلاستيكا وفوق ورقة ونسرحه سوف نبسطه قليلا ومن بعد سوف نسرحه جيدا سوف ندفع القرناش قليلا ونسرحه جيدا ونجعله فوق سطح العمل حتى يجمد لا يرجع قاسح ولكن يقوم بحل عجينة وكتقدروا تحكمه فيها كما تريد استخدام قبل قضاع القضاع صغر مع القضاع هذه قضاع القضاع قضاع 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 القضاع قضاع قضاع السيكول يضعهم قضاع القضاع بحلوق القضاع والذي زينة حMo ومزير باللوزه وقسيص شكولات سوف نزيين كمية باللوز سوف يكون مرمش والكمية الثانية سوف نزيينها كمية هنا قربت لكم كيف يأتي بالنسبة للزين يبقى اختياري سوف تزيينها باللوز مرمش او تخليوا لحباتكم مزيينة بالقرنص الصافي بالنسبة للمعة التي ترى في القرنص الصافي لا تبقى فيها سوف نرى أن تبقى فيها سوف نزيينها بالنسبة للمعة سوف نستمر بنفس طريقة حتى نكمل الكيمية بالنسبة للمعة التي ترى في القرنص الصافي سوف نرى كمية من القرنص الصافي سوف نجد المعنص الصافي سوف نغم من المعنص الصافي سوف أعطيكم 40 قطعة بالنسبة للعجينة التي أعجنت معكم اليوم من الوزن الحلوى يعني العجينة التي أعجنت معكم وزينتها أعطتني 700 جرام يعني العجينة تزينها بقرشي أعطتني 700 جرام بالنسبة للكمال كيف نحسب هذا الصابلي نحسبه 120 جرام نتمنى أن أعطيكم الأسئلة التي تطرحوا عليها وإذا كانت أي سؤال مرحبا دعوا ليوا في التعليقات بالنسبة للعيد ولكن هذا العام سوف أعطيكم الحلويات التي كنت تعمل حيث صراحة الكثير من الأخوات التي تطلبون مني تشاركت معهم بعض الحلويات التي لديها في الانستغرام باقي ما شاركتهم معكم في اليوتيوب حتى لا تكون لديهم فكرة ويعرفوا التمان ويعرفوا ما سوف يعملون هنا من بعد ما كان سير كوموند أو من بعد ما كان سير حلوة نضعها في بلاتو ونجعلها قليلا تنشف في تقريبا 20 دقيقة حتى تنشف الشوكولات ومن بعد ما نجمعها سوف أعطيكم طريقة كيف نحتفظ بها لكي تبقى لي مقرمشة وطرية مدة أكثر بالنسبة للطريقة التي نجمع بها الحلوة تبقى لي بنفس المطاق وطعم وكذلك بنفس القرمشة مدة طويلة نأخذ كارتونة حلوة ستكون في الدار في بواتت ولكن سوف نخرجها للكليان تكون هناك كارتونة نأخذ كارتونة التي نفرجها كلها ببابيا أليمنيوم ونضعها من فوق بقطعة أخرى من البابيا أليمنيوم نضعها جيدا من بعد نضع كارتونة تقريبا هذه الطريقة هي التي يتم دقاع الحلوية مستخدمها لأنها مستخدمة من خلقها نضع كارتونة نضع كارتونة ونستخدمها لتبقى لديكم 15 يوم لديكم 20 يوم بشكل هذا لنهار تحلو الكارتونة ستفاجئة وكذلك في القرمشة من خلقها هي مهمة لا تضعها في بلاسة التي تكون سخونة تضعها في مكان الذي يكون بارد لا تضعها في بلاسة التي تكون سخونة لتبقى لكم جيدة مدة أطول وصلنا لآخر الفيديو نتمنى تعجبكم وصفة اليوم ولا تنسوا فجاء لايك الفيديو خذوا لي تعليقاتكم وخذوا لي اي استفسار كان عندكم او اي وصفة بغير تشوفها عندي في القناة خذواها اللي يمكتوبة في التعليقات رأينا كنشوف قعد التعليقات بالنسبة لهذا الفيديو نتمنى ان نشرح فيه مزيان واستفدوا منه الأخوات اللي بغوا يتعلمون خليت لكم الراحة وإلى فيديو قادم إن شاء الله